اشتركوا في القناة حملة تاقيم هي الأكبر من نوعها على مستوى المملكة تشهدها الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية قسمت على ثلاث مراحل ليتم إنجازها على مدار إسبوع كامل حيث كانت مرحلة التاقيم الأولى قد ابتدأ العمل فيها من منطقة الرفاع الشرقي لتأتي المرحلة الثانية هنا من مدينة خليفة وضواحيها على أن يتم لاحقا العمل على إنجاز تعقيم منطقة الرفاع فيوز كمرحلة ثالثة من الحملة جرفنا الحملة تعقيم مساحة كبيرة مجمعة الرفاع الشرقي جميعها اليوم نحن في مدينة ابنة خليفة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نعقم ميت خليفة ومن ذلك القرى التي هي غارة عسكر وجو الدور وميت خليفة التي تشمل النعميات والعلم والمحادير سنقوم في الحملة إن شاء الله بتوزيع كمامات عدد ثلاثة تلف كمام إن شاء الله وعدد أيضا مماثل من المعقمات قمنا في الرفاع الشرقي بتوزيع عدد ستة تلف كمام والله الحمد صد الحملة نحن نشوفها بين الناس ونشوفها في وسائل الإعلام والله الحمد وهذه لبنى في جهود فريق البحرين بقيادة سمو العهد نحن إن شاء الله الله قدرنا نسويها وطبعا بمتابعة وتوجيهات مجزرة برأسة سمو رئيس درالي حفظة ما اندقت الساعة التاسعة حتى باشرت نخبة من المتطوعين من خيرة أبناء وبنات البحرين بالمضي قدما نحو إمضاء مهمة التعقيم لمدينة خليفة وضواحيها شباب تم تدريبهم على عمليات التنظيف والتطهير باستخدام أحدث مواد التعقيم والتقنيات المعتمدة وفق أعلى المعايير الدولية هذه المبادرة التي تكفل بإطلاقها سعادة المهندس محمد السيسي البوعينين العضو في مجلس النواب بالتنصيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية المختصة يشارك في تحقيق مبتغاها وإتمام أهدافها الوطنية النبيلة ثلة من الفرق البحرينية الأهلية التابعة لعدد من المراكز التطوعية التي حرصت على تفعيل تواجدها وتكثيف مشاركتها جنبا إلى جنب مع جهود فريق البحرين بقيادة سموه ولي العهد في التصدي للانتشار العالمي لفيروس كورونا كوفيد-19 تم اختيار الشباب والشابات عن طريق منصة الحملة الوطنية تم استدعائهم عن طريق الدفع المدني وتم أخذ تدريبات عن طريق فريق الدفع المدني وكان هناك محاضرات موجودة على فترات بعدما خلصنا المحاضرات تم هناك وجود العمل على الواقع فتم حضورهم وتواجدهم في المواقع على حسب الاطلعات المتواجدة على حسب الجدول لخدمة الوطن حملة تعقيم لنصرة البحرين في معركتها ضد وباء كورونا المستجد ترمي إلى تعزيز التدابير البقائية وتأمين صحة وسلامة المجتمع في ظل الظروف الراهنة فهي من استهدفت تنقية الشوارع والطرق والمحلات التجارية والمطاعم والحدائق ومواقف السيارات من أي تواجد محتمل للفيروس لتلفزيون البحرين محمد رشادات